بسم الله الرحمن الرحيم قوم ثمود وعندهم المصانع والمعامل وعندهم المخترع في كان عند أولئك القوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع على علكم تقلدون وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين كل عندهم فارهين فارهين ينحتون يعملون يصنعون يفعلون أشياء لم يخلق مثلها في البلاد موجودة عندهم أضافوا إلى كفر الأقوام السابقة وجبروت قوم عاد وثمود والطغيان والعدوان على الضعفة أضافوا إليه الشذوذ يعني فاحشة قوم لوط وعندهم ظلم لغيرهم تطفيف مكيال وميزان قوم شعيب بظلمهم للأمم الأخرى وعندهم تقعدون وتصدون عن سبيل الله تبع قوم لوط فعلوه وفي إعلامهم صدوا عن سبيل الله وإش تبغى من المعاصي والموبقات تبع الأقوام الأخرى كلها فعلوه وآخرها أمس محكمتهم العليا تشرع الشذوذ في طول الولايات الأمريكية وعرضها ماذا بقي يا جماعة ماذا بقي أن ننتظر أخذ الله لهم حسب السنن الكونية استحقوا أن يأخذهم الله خلاص يعني عاد لما طغوا بغوا إيش صار أخذهم الله ثمود لما طغوا بغوا أخذهم الله كان عندهم تقدم عمراني طبعا كان عندهم تقدم صناعي طبعا قوم لوط لما فعلوا الفواحش واكتفى ذكورهم بذكورهم وإناثهم بإناثهم ماذا فعل الله بهم عاليا سافلة خلاص قوم شعين طففوا المكيال والميزان فعلوا فعلوا طيب أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر إذن لابد أن ينزل الله بهم بأسه لازم يأخذهم لازم السنن الإلهية تدل على أنه سيأخذهم وأن أخذه لهم قد اقتربا طبعا عندنا يقول ما صار اليوم بكرة ما صار شيء بعد أسبوع ما صار شيء لكن شوف أن يوما عند ربك كان في سنة ما تعدون ممكن يأخذهم بعد غدا ممكن بعد شهر ممكن بعد سنة ممكن بعد عشر سنين سبع سنين خمسة عشرين ثلاثين خمسين نحن ما نعرف كل شيء عندهم بمقدار إنما نمللهم ليزدادوا إثما بس الآن استوجبوا الأخذ ولا لا استحقوا الأخذ ولا لا بعد اللي سووه اللي فعلوه من الإفساد في الأرض وتشريع الفساد عندهم وأنواع الكفر والشذوذ والفواحش خلاص هي تقترب بس إنما نمللهم ليزدادوا إثما فالآن أضافوا إلى آثامهم أمس تشريع الشذوذ الجنسي وجعله مشرعا بالزواج يعني صار عندهم زواج الشذوذ خلاص اقتربت اقتربت العذاب سيأتي قطعا عاد تقول انهيار مالي يذهبهم حرب نووية تفنيهم عاصفة شمسية تاخذ مخترعات كل شي وارد خسف ينزل بهم خسف عظيم زلزال يسلط الله بعضهم على بعض يصين عندهم حرب داخلية كل وارد ولتعلمن نبأه بعد حين الإسلام سؤال وجواب موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغة تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36 مليون وتسعمائة ألف زيارة وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193 مليون و316 ألف زيارة الموقع على الشبكة الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر